هذه الأيام خرجت عدة مصادر موثوقة وأبرز هذا المصادر هو موقع العربي أجدد والذي قالوا بأن محمد علي الشو هو من أحد اللاعبين الجدد الذين سوف يحضرون في التجمع المقبل للمنتخب المغربي لشهر شوزنبر فهذا الفيديو غاضي نعطيكم ثلاثة العوامل اللي خلات محمد علي الشو يختار حمل قميص المنتخب المغربي بغي تتعرف هذه العوامل بشكل مختصر تفرج في هذا الفيديو وقبل ما أخليكم مع الفيديو ما تنسوش تسيبورت اونا ودعمونا وأقل حاجة اللي تقدروا تسيبورت اونا بها هي ديك لايك وأبوني شي حاجة اللي فابور وبلا ما نطول عليكم بزاف نخليكم مع الفيديو فرجة ممتعة أول حاجة قبل ما نقول لكم هذه العوامل اللي خلات محمد علي الشو يختار المغرب أجيو نعرفه بعدش كن هو هاد محمد علي الشو محمد علي الشو عمره 19 سنة عنده أربع جنسيات جنسية مغربية من الأم وجنسية كودي فوريا من الأب وجنسية فرنسية لأنه خلق في فرنسا وجنسية إنجليزية لأنه عاش في إنجلاطيرا مدة خمسة سنوات وبعد تقديم دياله أفضل مسويت مع الفريق أونجيا الفرنسي جتب عدة أنظار من الأندير الأوروبية ولكن فضل الانتقال إلى الدوري الإسباني مع فريق ريال سويسيداك وأول موسم له مع ريال سويسيداك تعرض إلى إصابة ولكن بعد عودته مباشرة من الإصابة لعبوا مباراتين وسجل هدف وقدم تمرير حاسمة وحقق السعود إلى دوري أبطال أوروبا والدابة عرفنا شكون هو محمد علي الشو أجون عرفوا العوامل اللي خلاته يختار المغرب أول عامل اللي هو الأم دياله المغربية سامية لعبات دور كبير باش تخلي الإبن دياله يختار المغرب وهذا شيء جاب بعد ما تواصل مع رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي القجع والثاني عامل اللي خلا محمد علي الشو يختار المغرب هو الإنجاز التاريخ للمنتخب المغربي في مورديال قطر كما كان عارفه محمد علي الشو عنده ربعات الجنسية وعارف راسه ما غادش يلعب ولا ما غادش ياخد فرصة دياله مع إنجلاتيرا وفرنسا حيثش البوست اللي يلعاب فيه هو عامر بزاف وعندهم بزاف المواعب واللاعبين وفيه منافسة اللي كبيرة بزاف ودبقات المنافسة بين المغرب والقوديفور كل اللي غاد يتاخد خدامات محمد علي الشو ولكن بسبب تآهل المنتخب المغربي إلى نصف نهاية كأس العالم هاتشي اضطر على محمد علي الشو وخلا يختار المغرب بدل القوديفور واخر عام اللي خلا محمد علي الشو يختار المغرب لهو وليد الرقراكي كما كنا عارفو حاليا المنتخب المغربي عنده وجوم ضعيف وما كيناش المنافسة وما كيناش اصلا حتى الحلول وهاتشي اللي خلا الرقراكي يقلب على حلول جديدة باش يوجد وجوم قوي لكأس أمم أفريقيا اخوان بغيت نقول لكم وصلنا نهاية الفيديو وما تنسوش تدعمونا وتصبرونا واخر خير بلايك وابونيش حاجة اللي فابر باش نزيدوا نطوروا من المحتوى ديانا ونزيدوا اي خبر تحط جديد يكون عندكم تملوا الورق فاطلق قناة اذا تبغيت نقول لكم نطلقوا ان شاء الله في فيديو جديد وادومتوم في خير الله